ولمزيد من التحليل والمتابع ينضم إلينا عبر سكايب مباشرة من بيروت السيد محمود ريا مدير موقع الصين بعيون عربية سيد محمود بعد التحية كيف ترى أهمية هذه الزيارة في إثراء العلاقات الاقتصادية العربية الصينية باعتبار أن الصين أحد أهم عمالقة الاقتصاد والاستثمار في العالم في الوقت الحالي نعم زيارة الرئيس المصري السيسي هو زيارة مهمة جدا لمصر هي ليست الزيارة الأولى ربما هي السادسة خلال زيارات مجتمرة ومتواصلة وتدل على مدى الاهتمام الذي توليه مصر للصين كقطب اقتصادي وسياسي كبير جدا على مستوى العالم بالمناسبة الصين أيضا توليه اهتماما كبيرا لمصر على مستوى العالم العربي وعلى مستوى أفريقيا كنقطة مركزية وهذا أمر مهم جدا وهذا نلحظه خلال لقاتنا مع المسؤولين الصينيين ومع المسؤولين في الحزب الشيوع الصيني بشكل أساسي والذين يؤكدون على محورية دور مصر وهذا يحمل مصر مسؤولية مهمة جدا في لعب دور أساسي في تعزيز العلاقات العربية الصينية وقياداتها لكي تكون علاقات مميزة وعلاقات فاهلة في تغيير أو تحسين الوضع في المنطقة العربية من خلال الاستفادة من القدرات الصينية العملاقة في أكثر من مجال طيب سيد محمود في رأيك متى ستبدأ الدول المشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في جاني الثمار هذا التعاون بين الدول المشتركة فيه يعني يكون من الظلم إذا قلنا أن هذه الدول تنتظر الحصول على منافع من مبادرة الحزام والطريق لأن هذه المبادرة قدمت الكثير حتى الآن خلال السنوات الماضية من عام 2013 وحتى عام 2019-2016 سنوات نلاحظ تغييرا كبيرا في كيفية البيئة في البيئة السياسية والاقتصادية لدول من خلال الارتباط بمبادرة الحزام والطريق سواء خاصة في دولنا العربية ونحن نلاحظ الأرقام الهائلة في ارتفاع التجارة البينية في الاستثمارات الصينية الكبيرة والفعلية على الأرض في العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الصين والدول العربية ومصر تشهد نهضة كبيرة جدا في هذه العلاقات ونحن نتابع يوميا النشاطات الثقافية بين الصين ومصر والتي لم تكن بهذا الحجم قبل انطلاق مبادرة الحزام والطريق وهذا نشهده أيضا في الكثير من الدول العربية وهنا في لبنان أيضا لدينا سفير نشيط جدا ويجري لقاءات يومية مع المسؤولين اللبنانيين وهذا أمر يدخل في إطار التركيز على مبادرة نحن نجلي قمار هذه المبادرة الآن ولكن ما هو متوقع أكبر بكثير في حال تمكننا من التحايل أو التخلص من بعض العقبات الجيوستراتيجية المتعلقة بكيفية التعاطي مع الصين دون أن تزعج الدول العربية أطرافا دولية أخرى ولكن على ذكر سيد محمود على ذكرك لعلاقات التجارية بين الصين وهذه الدول نجد كما أشار مراقبون بأن قبل حتى انطلاق هذه المبادرة كانت كفة الميزان التجاري تميل كثيرا إلى الصين بالمقارنة مع الدول الأخرى خصوصا كثير من الدول الموجودة في هذه المبادرة إلى أي مدى من الممكن أن تسم هذه المبادرة في تحقيق توازن نوعا ما في حجم التبادل التجاري بين الصين ومثيلاتها في دول المبادرة أمر واقع أن الميزان التجاري مختل مع الكثير من دول العالم لما تحت الصين وهذا بسبب التخامة التي يتميز بها الاقتصاد الصيني ولكن الصين تبذل رودا كبيرا لمنع أو للقضاء على هذا الاختلال لأن هذا الاختلال يضرب الصين قبل أن يضرب الدول الأخرى من هنا نشهد مثلا معرض الاستيراد وهو يمكن أول معرض تقوم به دولة لعرض البضاعة التي يمكن أن تستوردها الصين وقد شاهدنا السنة الماضية الدورة الأولى من هذا المعرض والدورة الثانية ستشهد مشاركة أضعاف الدول التي شاركت في الدورة الأولى كل الدول المدعوة لأن تقدم بضعيعة ولكي تقدم خدماتها على الأرض الصينية من أجل تصحيح هذا الميزان المختل كما قلنا بسبب ضخامة الاقتصاد الصيني شكرا لك سيد محمود رايا مدير موقع الصين بعيون عربية كنت معنا عبر سكايب مباشرة من بيروت اشتركوا في القناة